اشتركوا في القناة 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 وهنا دي راكتمو راح نجيبو اللي يعني اللي راح نمارينو فيه الدجاجة بالنسبة للدجاجة اللولاء راح نقسومة ومخدومة ما شاء الله نوكا راح نجوزو للدجاجة تانية باش شوفوا هاكدا واجيكم الطريقة السهلة ان شاء الله راح نجيبو الحطبة تاني اللي راح نقطعو فيها الدجاجة تاني صورة الغسيل ضرورية يعني تغسلوهم مياه وتخلوه يتقطر بالماء وتخلوه الجيف في الجيدة لقدمه يبرد تقدمه راح يكون متمسك ان شاء الله هذه ناصحة خاصة الناس اللي تخدم في المطاعم يعني الجاجة ما تخلوه شبت شواطة تاعو هادية اغسلوه حكوه بلافات انقيه مع المو الملح يعني يولي يبرية وتشله وتقطره هنا راح نجيبو دجاجة تاني نقطعوها الجيهة تعد دهار كما راكوا تشوفوا يابري وش راح نديرو راح نجيبو المستعنان نقطعو هنا جهة استر ونعاود ونفتحوها بهالطريقة نزيدو شوية الكويس نصف دجاجة تعنا اراها وجدها تقدرون انتو ما تخلوها كومبلي هنا راح نخبطها باش هاداك الكويس تعنا يعني يتبلاطة باش يلدرتو على الله قرياد وغلقتو بهذه الشبكة يعني راح تتغلق بكل سهولة نبقى ونخبطو فيها بهذا الطريقة هنا راح نصف دجاجة يلا حبيدو تخلوهم الاسقين يعني تفتحو غير جهة تعسدر وتخلو جهة تعد دهار وما تقطعوها شهنا راح نزيد نكمل النصفة الثاني نحطوهم فليان ونجو نشوفوهم على بركة الله وهنا بعد ما كمناهم راح توجر فليان نجيبو التتبيلة تعنا التخلية تاخفي فضريفة ونفرغوا فوقهم التتبيلة بالنسبة للطماطم المصبارة فلوس فتعلم شو ما كلا هديروها يعني باش طماطي يشتاها هاكم ما تتحرق لكم شو تعطي لكم هاداك اللون لك حال غير بلا موطارد والتوابل ومع العصارات على القارس وخاصة هاداك الاذافة على العصار يعني تعطي روز يلطة بالطبع بلا ما تنسو لي الزعثرة والرندن يحوطو جور هاكذا مارينو حتى يدخلو كامل هاداك توابلو والكمية على الملح يعني تكون مليحة الجهة لك النسوس راح يجيكم صامت طب بعد ما تبناهم قد اجل شتاعكم ما راح يكون واجد وماريني بالبياء وطبع ذو كضروري خلوه يرتاح قد ما تخلوه ترتاح قد ما راح يشوب تتبيلة ويجيكم احسن واحسن خلوه يرتاح حولين نصف ساعة ونولي ليكم انا لحباب اول حاجة راح نجيبو شبكات تاعنا اللي تدخل للفرن تم ايلا خدمته في الفحم عندكم الاقريات تاعكم سبيسيال تحطو ولا عندكم الشبكة اللي يعني اللي تتقلب عليه زوج دواية اول حاجة تاني نشعلو الفور تاعنا كيما هنا الكوزينيا نشعلوها غير من التحت وفوق تحت يعني شبكات نديرو سنيوة تاعنا هذيك سنيوة بعد ما يبدأ يقتر هذك الجهج نضيفولو الماء يعني بشو ما تطلق لكمش بخارة تاع الدخان هنا راح نبدأ نستف في النصف تاع الدجاجة كيما راح تشوفو زوج من فوق زوج من التحت يعني جاجات صغار اللي راح يكونوا سهلين ماهلين يدخلو لهم طيب او ممطو يحكموا البلاصة هذية كيما راح تشوفو هنا بعد ما استفناهم الفور تاعنا خل يسخون حوالين الزعارة راح نزيد نحط لهم الزعيثرة والرند وبعد ما كمنا البريباراسيو تاعنا يعني كل حاجة راح تشوفو شحرهم الشابين ما شاء الله الفور تاعنا راح يسخون يعني طريقة سهلة واحترافية هكذا باش انتم تتمكنوا وديروا جاجوا بالطبع للعائلات التعقم الشبكة كيما راح يدو كنان ونحن نضرب وطلق في فضريفة داخل الفور وما تنسوش توجور سنيوة يعني تحت الشبكة باش البولي تاعنا كي يبدأ يقطر يعني يقطر في هذيك سنيوة السنيوة اللي اشتوها بدأت لقلكم دخل نفرغوا لها حلي ما هاكذا باش مين شفش هنا بعد ما راه يطيب نخلوه ساعة واربعة ونولي وهنا دجاج المشوي تاعنا اراه واجد بالطبع وش نشوفوش يجي محمر وطايب حتى لداخل ما عندي ما نقول لك انتم ما قلت لكم على الحساب دجاج اشتاعكم الى كان كبير زيدو خلوه يطيب ساعة ونص يجيكم ما شاء الله اتجيبوا الموس تاعكم تبدأوا تبيكي بتلقايب اللي البولي تاعكم الطريق لداخل وراه هم ما شاء الله هذا الطريقة راح يجي شوفو بالطبع يعني الوصفة هادي تستحق التجربة نتمنى منكم كامل اتجربوها ان شاء الله هذوك راح يبقى التقديم لي راح يبقى اختياري هنا راح نجيب صح نقفيف ضريف نبدأ ونرفضو في هذوك الانصف يعني كل نصف هقدر راح يسقى منك ب 15000 هنوكتر راح نشري راح لكويس يعني راح 15 الواحد 16 الواحد كفاش راح يبقى لقيت جويجات هذو صغير تاع 30000 قولت نديرو بيهم عشاوي جو ما شاء الله هم حمر بالطبع ذوك هنا راح نستفوهم في ال خاصية تاعنا نديك واريوهم خفيف ضريف ونجو نشوفوهم في النتيجة النهائية وهنا كما راح كنت شوفو خوتي يا خياتي الازز هذي هي النتيجة النهائية بعد ما حطيت المشوي تاعنا يعني درت له صالت خفيفة اوراق شوية اخيار طوما طيش بصال شوية زيتون هاقده خفيف ضريف وعاصر الليمون يعني سيطنون طنون الشات هاقده ما شاء الله انتو ما تقدروا زيدو طيبولي فريد ما شاء الله شوفو المشوي تاعنا كفاش يجي يعني بالطبع الطريقة احترافية نتمنى منكم انها تكون عجبتكم مع اخوكم دحمانوس والقادم افضل ان شاء الله هنا نحينا شوية يعني يشوف البوليتاك تلقاه طايب زبدة ما شاء الله ان شاء الله تكون عجبتكم وكانت خفيفة ضريف عليكم اهلا اخوكم دحمانوس ما بقى العقول لكم غير بقاوا على خير وتهلوا في روحتيكم الى اللقاء مع وصفات جديدة سلام